إن كان في حدث أصغر فلا هو أن يقرأ القرآن دون أن يتوضع إذن أنت ترى أنه الوضوء لقراءة نحن نتكلم عن قراءة من غير مس لقراءة القرآن قراءة ليس واجباً ليست فرداً ليس فرداً حتى لو الشخص ده جنوب لا فصلت قلت أن هناك في عندي حدث أكبر اللي هي الجنابة حتى الحدث الأكبر قسمنا نصفين الجنابة للرجل والمرأة ثم الحدوى النفاسة للمرأة الجنابة للرجل والمرأة أيضاً يحرم قراءة القرآن بدون طهارة حتى ولا أن يتلفظ بعض آياته أما الحائد والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن طيب هو ورد أنه كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخر الغسل للفجر في رواية كثيرة نحن سلمناه حتى بدون الغسل حلوقاً طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يجي بالليل كده بيذكر ربنا ولا ما كانش يذكر ربنا يذكر الله سبحانه في كل أحيانه وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد حديث طالما توضأ كأنه رفع عن نفسه هذا الأمر يعني أجازة لنفسه أن يذكر الله وهو على وضوء ولذلك ربما تكون هذه من علة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام إلا متوضع كده أنت قلت سنة الوضوء للجنوب نعم سنة الوضوء للجنوب لكن هي المسألة في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه مرة عليه أبو هريرة فسلم عليه فزاب النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم ثم راجع قال كريتو كريتو أن أذكر الله وأن على غير طهارة أي طهارة من الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فهذا باتفاق لا يجوز إنسان أن يقرأ القرآن وهو جنوب فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لما اختبأت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا وخشيت وخشيت أن أنجسك فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمنين ينزل وبالمناسبة هناك حديث عن سيدنا علي بن أبي طالب مهم جدا حضرتكم تسمعوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجبه وفي رواية يحجزه عن القرآن شيء إلا الجناب يعني الجنابة فقط هي التي كانت تحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن لو واحد جنوب دلوقت بعد العشاء ماشي واحد قال له سلام عليكم مش هيرد علي السلام هذا ليس بقرآن لا ذكر ذكر إذا كان القرآن نحن نتكلم في القرآن وقلنا أن الأمر فيه ساعة فما بالك بالذكر إذا كان القرآن وهو كلام الله بنقول أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن أرضاه لم يكن يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إذا كان رمضان يقصد الجنوب يرد السلام ولا لا طبعا إجماعا يرد لكن اللي كان بيعمله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من باب التورع أو من باب الحرص على مزيد من الطهارة ومزيد من الوضوط ده بيدفعنا إن إحنا نقول إنه في رأيين في المسألة يبقى هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن الدكتور أشرف الأول رأي الأول رأي اللي هو إيه لا يشترط إنه لا يشترط الدكتور السيد لا إحنا لابد من الوضوء لقراءة القرآن الدليل بقى لا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لما أنزله أنزله مرفوعا عاليا وبيدل على ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم على وضوء دائم كان يأمر الصحابة بالوضوء الدائم ولما مدح سيدنا بلالا امتدحه على أنه دائم الوضوء فلا يتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يعني ما فيش نص صليح الوضوء إلا في الحمل والمس للمصاحف النبي قال بعثته بالحنفية السمحة وبعدين وفي المجتمع عشان تخلي الناس كلها تتوضى يستثنى بس رأيه يتناسب مع الورع في قراءة القرآن يتناسب مع مكانة القرآن أنا بصراحة أنا مع الدكتور أشرف إنه ليس فرضا وإنه النبي كان لا يحجزه أو لا يحجمه شيء إذا كنت أنت حضر هذا أنا عاوز أعلق بس في حتة بسيطة خدوا بالك يا جماعة إحنا بنتكلم الفقهاء لما تكلموا في هذه القضايا قضايا يشترط الوضوء أو لا يشترط الوضوء يشترط الغسل الكلام ده يتكلموا عن صعوبة حالة من حالات الصعوبة في الوضوء والاغتسال على أيامهم على أيامهم دلوقتي حضرك وتفتح حنافية بتتوضى فيها في خمس ثواني خمس ثواني إيه اللي يجرى أنك تبقى على وضوء دائما إيه اللي يجرى أنك ما خرجت ما تخرجش من بيتك لو على وضوء لذلك أنا أمين للقاول الفرضية وعندنا برضو فيها لو أنك ابتدأت القراءة تعبدا تبتدئ متوضئا إذا انتهبك حدث خلاص تمتنع حتى تنتهي من الحدث سواء كان هذا أو ذاك وتعاود إن كان وردا أيها ما أنت ما تفرضوش علينا لا لا إحنا لا نفرض ما أنت قلت ورده لابد من الوضوء نعم وعموما ابن رجد القرطبي اللي هو الحفيد في كتابه بداية المكتهد ونهاية المكتصد أورد هذا الرأي رأي فرضية الوضوء لمن قرأ القرآن ولو من غير ماس لعن جماعة من الفقهاء إنما لم يسمهم لم يسمهم المهم أنا عندنا رأيين في المسألة عندنا رأيين والجمهور مع رأيي أنا والشيخ أشرف الفيل إنه على الاستحاب وإحنا معاك إن كانت شدة وإن كانت صعوبة وإن كان وردا متتابعا لكن عبادة وسنجلس مجلس أنا هعبد ربنا سبحانه وتعالى وهقرأ ورد الآن ونقعد في بيت لا شك أن الوضوء عبادة وشيء عظيم وشيء عظيم